اشتركوا في القناة واحد وعشرين. ده اسانية جدا. اه عشرين اتنين وعشرين. عشرين اتنين وعشرين. لو انت جديد في القناة متنساش تعمل اشترك وتعمل لايك. ولو انت قديم في القناة خليك مشترك وعمل لايك. عشان نقدر ان نكمل محتوى الهدف مجانة لكل الطلبة. وزي ما قلت لك قبل كده يا جماعة مش محتاج تاخد درس. لو تابعت معانا مش محتاج تاخد درس. هنحل من كتاب الاضواء ومن كتاب الامتحان. ومن كتاب الكيان. ده غير طبعا المراجعة ده غير الشرح. الحمد لله شرحنا منها كله على القناة. لو فاتك اي حاجة خش على القناة هتلاقي الشرح بتاعها موجود. صلى عسول الله يا سلام وتحت الفيديو يسيب لك روابط مهمة جدا. ما تنساش تشوفها. نصلي على النبقى يا سلام. قال الشعر. قال لي بقى الشعر اعمال حاجة. قال الشعر يستنهد ابناء مصر. بالله عليك قبل ما تحل الملاغة. لازم تشوف الشعر كاتب ايه. او هو في الامتحان كاتب ايه. مين هو الشعر. هيتكلم عن ايه. الحاجات دي مفيدة جدا. قال الشعر يستنهد ابناء مصر الدفاع عنها. يعني دي قصيدة وطنية. هيتكلم عن الوطن. بيستنهد ما يقولهم قوموا اعملوا اي حاجة. قوموا يعني انفعوا مصر. قوموا حافظوا على مصر. طيب. بيقول لي بقى كل الشباب بمصر والدنيا لمن يصغي تقول. ده كذلك كل الشباب بمصر والدنيا لمن يصغي تقول. هذا الان الجولة كبرى فما استطعتم فجولوا. يعني قوموا عملوا اي حاجة. إن لم يسولوا للزيادة عن الحياض فمن يسولوا. يعني لو ما قومتوش تدفعوا عن حياض الوطن يعني قيمة الوطن. مافيش حد هيتقوم يعمل اي حاجة. الزيادة يعني ايه يعني دفاع. شخص آخر يزود عن حاجة يعني بيدافع عنها. الحياض يعني الحياض يعني حوض. اللي هو المقصوب ليه مقصوب بالوطن. طيب. وسنقول لهم. إن لم تسولوا للزيادة عن الحياض فمن يصول من هيقوم يدافع الوطن لو انتم ما قمتوش لكم الديار ومجدها وفخارها الضخم الأسيل والأسيل يعني القديم طيب صلى على سود الله عليه الصلاة والسلام. ميز مالية ده لها على ترابط الأبيات. قلتلك قبل كده ترابط الأبيات ده يعني ايه? يعني من الاخر كده الواحدة العضوية. الواحدة ايه? الواحدة العضوية. قلنا قبل كده يا جماعة في الحلقة تحت الواحدة العضوية. الواحدة و ترابط لأبيات وتسلسل هة طبع وحدة الموضوع يعني الأبيات تتكلم عن الموضوع واحد و واحدة الجوة النافسة يعني العاطفة متلقمة على بعض عاطفة واحدة فى الأخرة ترابط إ filters tekster َ بإنسلوب得 ال� followed by فى Tشخيص الدنيا بضى غANS استخدام القصر بيت அ last اللي ايه بذى عادة الموضوع وتعتمد علي brag وحدة الجوة النفسية و ترابط ثم جيدة الرسولة في البيتين الأولين أمر الحس إطناب الإعتراض استعرامك نية كل ما سبق اللي بيت لقوي يقول كل الشباب طبعا كل ده أسمه أمر يبقى أول حيجة عندنا أمر الحس طيب عندنا أيه كمان ياهم الحاج كل الشاب المصر والدنيا لمن يصغي تقول لو ركزت معنى كلمة لمن يصغي ده عبارة عن إيه ياهم الحاج لمن يصغي عبارة عن جملة إعتراضية جملة إعتراضية يا جمعان إيه جملة إعتراضية رح نوعه في الحلقة بتاعت الإطناب والإيجازة يعني جملة إعتراضية من الاخرزية جملة إعتراضيية يعني لو شلتها مش هتتقصر عادي جملة بين شرطتين او ممكن تشيل الشرطتين لو شلتها جملة مش هتتقصر كل الشباب من مصر و الدنيا بس كده دنيا بتقول يبقى بتقول هازا قوانو الجولات الكبراء فما صداعتم فاجهولو يبقى الدنيا بتقول عادي فاش اي حاجة هنا به أن يصغي دجملة إعتراضية بأىاكد يعني بنقول لك هذي الشباب بمصر والدنيا خلي بالك لمن يصغي بتقول. فجملة خلي بالك لمن يصغي دي جملة ممكن تشيلها عادي. اهي. دي جملة دي. لو انت شلتها كده مفيش حاجة هتحصل. عادي جدا. الجملة هتقراها وهتفهمها عادي. فالجملة اللي ممكن تشيلها دي اسمها جملة اعتراضية. لا اسمه اطنب بالاعتراض. المهم يبقى عندنا امر للحس وعندنا برضو اطنب الاعتراض للتنبيه ماشي. وعندنا برضو استعارة مكنية. فين استعارة مكنية? هو قال والدنيا تقول الدنيا بتقول. هل الدنيا بتقول? لأ الانسان هو اللي بيقول. يبقى احنا شبهنا الدنيا بالانسان. فين الانسان حزفناه? لكن سبنا اصفها من صفات وتدل عليه. اسمها استعارة ماكنية. يبقى عندنا الامر للحس اطنب بالاعتراض. استعارة مكنية يبقى ايه بسطتكم كل ما سبق. صلى الله عليه وسلم. ما يزم في الزياد يعني عن الحياض تشبيه بليغ استعارة مكنية مجاز مرسل استعارة استصري حي صلى على ذلك بالحياض じてوا جمع كلمة حوض طبعا قيمة الوطن ده المشبه والحياوات ده المشبه بيه احنا عزفنا المشبه وصرحنا بالمشبه بيه يبقى نختار استعارة تصل حقيق صلى الله عليه الصلاة والسلام قال إلي يا أبو ماضي بيقول لي بيعمل حج قال إبو ماضي على لسان غني يتحدث عن سروته بيتكلم عن لسان واحد غني بيتكلم عن السروة بتاعته بقول حسبتها تكسبني قوة فافترست قوتها قوتي فهنا الغني بيقول لي بقول حسبتها لأي الفلوس يعني بتكسبني قوة لكن للأسف افترست القوة بتاعتها قوتي أنا يعني هي اللي افترستني في الأخ لا تنظر للأضواء في حجرتي وانظر إلى الظلماء في مهجرتي ما بصش عن نور اللي في الحجر بتاعتي بص للظلمة اللي في قلبي قصده ايه بالظلمة قصده الحزن اللي في قلبي ولا يغرنك قصري فما قصري سوى سجن لحريتي يعني القصر بتاع عباره عن سجن انني في القصر رفيع الزرة كطائر في قفص ميتي طيب صلى الله عليه وسلم حد من ما يريه مراد الشعر من قوليه الظلماء في مهجتي بقول الظلمة اللي في قلبي يعني ايه الظلمة اللي في قلبي حقده حسده حزنه ندمه طبعا يا بساطة كوني يا جماعة تكون حزنه هنا بيكلمش عن الحقد خاصة فيش حقد هو أصلا غني مش هزي حقد للحد برضو ما عندوش حسد وما عندوش ندم مش ندم على حاجة لكن هو حزين هو معه فلوس لكن مش سعيد يبقى رجاء بساطة كوني هتكون حزنه ما يزلون البيانة في قوليه فافترست قواتها قواتي القوة بتاعتها افترست القوة بتاعتي دور كيست معي هنا عندها استعارة مكنية واضحة جدا صورنا القوة بكائن يفترس بأسد يفترس فين الأسد حزفناه لكن صبنا صفة من صفاته الايه الافتراس دي اسمها استعارة ايه استعارة مكنية يعني مش ينفع كناية مش ينفع تشبيه مجمل مفيش أصل ده التشبيه مش ينفع استعارة الصحية يبقى رجاء بساطة استعارة مكنية شبهنا القوة بكائن يفترس فين الكائن حزفناه لكن سبنا صفة من الصفات وتدل عليه يبقى استعارة مكنية في قوليه فما قصري سوى سجن القصر بتاعي عبارة عن سجن فما قصري سوى سجن لحرياتي مش عندنا اتنب التعليل قصر التخصيص تشبيه باليه كل ما سبق طيب عندنا اتنب التعليل فين يعمل حاجة؟ فما قصري إسهوا سجن لحرياتيِ يعني القصر بتاعي عبارة عن سجن ادخلها عشان الحرية acceptable قصر التخصيص اتحل قصر التخصيص فين يعمل هنا بيكون أسطوب القصر بيكون غرضه التخصيص والتوكيد هنا قال فهما قصري سوى سجن عندها النفي بما والاستثناء بسوى ده أسطوب قصر يبقى طبعا عندنا قصر للتخصيص وعندنا برد تشبيه بليغ القصري سجن شبهنا القصر بالسجن مشبه ومشابه من غير أي أداة تشبيه يبقى طبعا ثلاثة صح يبقى يجابوا الصح كل ما سبق صلى الله عليه الصلاة والسلام نخش على القطعة الثالثة قال الشعر مخاطبا مين بقى؟ قال الشعر مخاطبا الأمة العربية وصفا حلا بيوصف حال الأمة العربية بيقولي بقى بقول أمتي كم غصة دامية الغصة دي يا جمال اللي هو الألم اللي بيقف في زورك وحاجة يتقف في زورك اسمها غصة ماشي أمتي كم غصة دامية خنقت نجوة علاك في فمي يعني في حاجة وقفة في زوري يعني بسبب الحزن أو بسبب الحالة اللي وصل بها الأمة بتاعتنا المهم بقول أي جرح في إبائي راعف يعني بينزف أي جرح نازف في إبائي فاته القاسي فلم يلتأم ألي أعدائك تعلو راية في حمى المهدي وظل الحرمي يعني بقول الأعداء بتوعك الراية بتاعتهم بتترفع في بلدنا في حمى المهد في ظل المهد بتاعنا يعني أصده في العاصمة بتاعتنا وفي ظل الحرم يعني في ظل الحرم بتاعنا عندنا الحرم طبعا الشريف يعني في وسط كل الأمجاد والمقدسات بتاعتنا لكن برضو العدو بتاعنا اللي ضدنا يعني الراية بتاعته بترتفع أو ما كنت إذا بغي يعتدى موجة من لهب أو من دمي يعني بقول هو إحنا مش كنا يمزم إلا ما حد بيعتد علينا بيتحول لموجة من لهب والدم طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام حد ما يلي الألفاظ تدل على حدة العاطفة يعني من الآخر كده الشعر هنا عنده عاطفة يعطفة الغضب بين قول الشعر غضبان منداء جدا حزين دور بقى على إيه؟ دور على الألفاظ بتدل على شدة الغضب أمتي وعلاكي لا هنا طبعا يحب الألو والسمو هنا يعني طبعا هو بيفتخر بالأمة بتاعته طيب مش هينفع هنا الغضب ماشي غصة دامية جرح راعف يعني بقول فيه غصة بتدمي في الزر بتاعي فيه جرح ديس عمال ينزف طبعا ده يحب الحزن مش الغضب اللي احنا عايزينه طيب مش هتنفع حمل مهد وموجة برضو مش هتنفع الإجابة الأضاق هتكون جيم تعالوا راية وفيه ظل الحرم يعني الكلام ده وهنا بقول قلي أعدائك تعالوا راية يعني هل فيه راية هترتفع في وسط الوطن بتاعنا وكمان قال بعد كده ايه اكد على كده قال في ظل الحرم بتاعنا يعني في ظل الحرم الشريف المقدس بتاعنا برضو العدو بيرفع العالم بتاعه طبعا دويح بالشدة الغضب ان احنا في المقدسات بتاعتنا الناس بترفع عالمها ضدنا طبعا دويح بالشدة الحزن وشدة الغضب بتاع الشعر يبقى طبعا حدة العاطفة او قوة العاطفة ظهرت عندنا في ايه؟ في الإجابة رقم جيم يبقى الإجابة بساطة تكون تعالوا راية في ظل الحرم ميزين ما يالي نوع الصورة في قولية غصة قال في غصة في ظوري طبعا ايه المقصوب بغصة؟ هو أصده ايه؟ أصده الألم أصده الألم أو الحزن يعني الحزن ايه؟ بالسبب اللي احتلال او بسبب حال الأمة يعني الحزن سبب حال الأمة شبهه بايه؟ شبهه الحزن ده؟ بالغصة بالألم اللي بيحصل في الزور طيب بالغصة يبقى هنا عندنا الحزن شبهناه بالغصة مشبه ومشابه بيه حزفنا المشبه كله خالص اللي هو الحزن وصررحنا بمشابه بيه لو استعارة تصريحية يبقى الإجابة الصح طبعا مش ينفها تشبيه ضمني ولا استعارة مكنية ولا مجاز مرسل إجابة الصح تكون استعارة تصريحية ولو انت مش عارف الفروقات ما بينهم هسيب لك تحت الفيديو ورابط مهم فيه شرح الكلام ده كله صلى الله عليه وسلم اللون البياني في البيت الأخير تشبيه ممفصل استعارة مكنية تشبيه بديغ الثانية والثالث صلى الله عليه وسلم بيت الأخير قال ايه؟ قال او ما كنت اذا البغي اعتدى موجة من لهب او من دمي طيب حلو او تشبيه ممفصل ده بيكون فيه مشابه ومشابه به وادات تشبيه ووجه الشبه طبع بيت الأخير مفيش الكلام ده خالص تشبيه ممفصل عندها استعارة مكنية صلى الله عليه وسلم اول حاجة بس نشوف التشبيه باين جدا التشبيه باين جدا في البيت الأخير قال او ما كنت يا وطني او كنت يا وطني اذا البغي اعتدى موجة من لهب او من دمي فين قال كنت لو ركست معي قال كنت اللي هو الوطن يعني كنت موجة يبقى شبهنا الوطن بالموجة لوطنه شبهنا ايه شبهناه بالموجة مشابه ومشابه به يبقى عندها تشبيه بديغ طيب فين الاستعارة مكنية صلى الله عليه الصلاة والسلام هنا قالك ايه يعمل حاجة قالك يقول كنت اذا البغي اعتدى البغي ده نا هو ايه اللي هو التظلم المغي اللي هو الظلم فييه شبهنااص Diseبنا ال vedria انسان يعتدي بانسان يظلم هل البغي بيظلم هل الجل ثال بيظلم يفتك بالناس بانسان يقتل الناس شبهنا لبغي بإنسان في الإنسان حزفناه لكن سبلي صفة من الصفة القيام بالإعتداء Women C Sevalid قال الشعر قال الشعر المعبراً على المستقبل المشرك المنتظر لأمة بيكلم على المستقبل المشرق المنتظر لأمة يعني طبعا عطفة الشعر هتكون هي هتكون التفاعل عطفة التفاعل بل أمتي طبعا بينادي أصل الجملة يا جماعة أصل الجملة يا أمتي هنا حزفنا طبعا دات النداء يا أمتي إني أرى مستقبلة مشرق الوجه وعظيم الموكبي طيب وابتسامات المنى رفت على صغر تاريخ عريق منجبي أمتي إني لما أبدعته من بطولات الدم المنسكبي وانتفادات على أغلالنا واسق من نصرك المقتنبي طيب طبعا الشعر واسق من النصر بتاع الأمة ومن عز الأمة طيب حلو صلى الله عليه الصلاة والسلام هنا بقى يعمل حاجة بيقولك تشامل أبيات على مشاعر عدة تفاؤل وسعادة وإباء والثقة ثورة وغضب وإباء حزن على تاريخ الأمة افتقاد الأمة ضاع تاريخها طبعا هنا مفيش ثورة خالص مفيش حزن مفيش افتقاد للأمة هنا طبعا الشعر هنا حق الفرحان متفائل سعيد يعني الإجابة الصح تفاؤل وسعادة في قوله أمتي إجاز بالحزف نداء للتعظيم استعادة مكنية كل ما سابق طبعا هنا الإجابة الصح تكون كل ما سابق ليه الكلام ده صلى الله عليه وسأل الله لما قال يا أمتي هنا حزن في هادات النداء صح يبقى عندنا إجاز بالحزف ماشي وعندنا إيه التاني عندنا النداء للتعظيم طبعا الشاب ينادي على الأمة بتاعته عشان بيعظمها طيب وعندنا برضو استعارة مكنية صوان الأمة بإنسان ينادة هل الأمة لما تجي تناديها بترد عليك؟ لا الإنسان عوال بالرد عليك رب استعارة مكمنية استعوالنا الأمة بإنسان ينادى بإنسان ينادى عليّ большой الصبع استعارة م Osaka يبقى إجازة نداء استعارة يبقى الإجابة الصحكم كله كل ما سابق اللون البياني في قوله ابتسامات المنى لو ركزت معي، لما شبهنا المنى للأبد من الابتسامات شبهنا المنى بإنسان يبتسم ركز معي عن أمر شي بها هل المنى شبهنا بالابتسامات؟ لا شبهنا الابتسامات بتاعت المنىLeyeك أن المنى هنا إنسان ابتسامات إنسان كان عنده ابتسامات سمايل، إنسان بيتحك في الإنسان حزفناه، شلناه خالص، لكن سبنا صفة من الصفات اللي هي ابتسامات يبقى طبعاً هي بساعة تكون استعارة ماكنية يعني ليس ينفع كناية، ليس ينفع تشبيه بريغ، ليس ينفع استعارة صلى الله عليه وسلم قال الزهاوي، قال يبقى الحاج الزهاوي، هنشوف الزهاوي قال الزهاوي في قصيدة له بعنوان سياحة عقل لا تقبل الأجرام عدة يعني الأجرام السماوية كواكب في السماء مش ينفع نعدها، ما ينفعش نعدها كلا، ولا الأبعاد حدا، العقل يرجع خائباً عنها وإن لم يألو جهد يعني الإنسان مهما يفكر فيها، في الآخر مش هيوصل لحاجة الأجرام السماوية كثيرة جداً بالملايين ومليارات وعملها ما عندنا عندها كلها مسترشتداً بعلومه فيها إذا ما ظل يهدى والعقل يعلم من سياحته التي أولته مجداً إن المجررة لم تكن إلا عوالم فقن عدة طبعاً الشعب هي الأسطوب شغية في الأبعاد بتاعته بيتكلم عن الأجرام السماوية، بقول إنها كثيرة جداً وعملها ما نقدر نعدها كلها طيب، ميز من ما يلي أسطوب القصر طبعاً أسطوب القصر نحن بالتفصيل على القناة المهم أسطوب القصر لا تقبل الأجرام عدة إذا ما ظل يهدى العقل يرجع خائباً لم تكن إلا عوالم طبعاً إجابة صحة تكون دال لم تكن إلا عوالم ليه كلام ده؟ عندنا هنا أسطوب القصر وسائلته النفي بلم والإستثناء بإلا طبعاً أسطوب القصر وسائلته النفي بلم والإستثناء بإلا غرضه التخصيص والتوكيد يبقى الإجابة الصحة تكون دال اللون البعني Hilfe قوله «العقل يرجع خائباً» طبعاً بينا أو استعارة مكنية صحوا العقل بإنسان يرجع خائباً بإنسان بيفشل، بإنسان بيخيب مع الوقت طبعاً صحوا العقل بإنسان يرجع خائباً ما إذا كان الإنسان حذفناه؟ لكن سبنا الصف ينظر إليها اللذان هي يرجع خائباً يبقى الإجابة الصحة تكون استعارة مكنية حيز Vegas المرسل ولا كناية ولا استعارات السجارية أصل على استعارة مكنية حد ما يلم نوع محسن مدية في القولية في البيت الأول حسن تقسيم مقابلة تصريع مراعاة نظير لو ركيس تمام بيت الأول قال لا تقبل الأجراء معدة ولا الأبعاده حدى طبعا دا و دال في بيت الأول لا اسمه إيه دا اسمه تصريع يبقى الإجابة الصح تكون تصريع المقابلة يعني جملتين عكس بعض حسن تقسيم وتقطيع الجمل تقطيع متساوي مش هينفع مراعاة النظير يعني كلمات ينفعة تيجي مع بعض كلمات يفتيجي مع بعض زي الورقة والألم كده طبعا نجيه بصع تكون هي تكون تصريع صلى الله عليه الصلاة والسلام حبيبي يا أحمد يا خيرة خلق الله لشاعر المعاصر يخاطب أبناء العروبة بيكلم أبناء العروبة بيكلم عن العرب بول إني أرى سبب الفناء وإنما سبب الفناء إيهو بقى قطيعة الأرحام اللي هو الخصام لما نقطع أرحمنا عن خاصم الناس فدعوا مقال القائلين جهالة هذا عراقي وزاك شآمي يعني بلاش نبقى زي الجاهلين إيه هم الجاهلين دون الناس اللي بيفجرقوا بنا الواحد ده من العراق هذا عراقي وهذا شآمي يعني ايه كلام ده يعني فيه ناس لأسف عندها العنصرية يعني ده راجل عراقي إنما أنا مصري وده مش شام لا ما فيش حاجة اسمها كده كلنا عرب كلنا مسلمين كلنا إخوات مهما كانت دياناتنا مهما كانت سيمتنا صفتنا دولنا كلنا إنسان قبل ما نكون أي حاجة وَتَدَارَكُوا بِأَبِي وَأُمِي أَنتُمُوا أَرْحَامَكُم بِرَوَاجِعِ الْأَحْلَامِي وَكَمَا لَكُمْ هَدَفٌ فَإِنَّ لِمِثْلِهِ سَعِي وَغَيَةُ صَبْوَةِ وَهُيَامِي صدق عصول لله يعني هو بيقول من الآخر كده نازم نتوحد ونلجع زي زمان نازم كلنا نبقى متوحدين ما فيش حاجة اسمها عراقي وشامي ومصري نجع كلنا مع بعض حد ما يليه نوع الاطنام في البيت التالي تراض في تفصيم لإجمال تعليه الاعتراض لو كست ابنتا يقول تداركوا بِأَبِي وَأَمِي أَنتُمُوا أَرْحَامَكُم بِرَوَاجِعِي الأَحْلَامِي لو لو كست معي تداركوا بِأَبِي وَأَمِّي بِأَبِي وَأَنتُمُوا يعني؟ يفديك بروحي وبروح أبوي وبروح أمي يعني بروح كل الناس ده قصده كده تدركوا بأبي وأمي أنتم أرحمكم برواجع الأحلامي ده عبارة عن جملة اعترضية يعني جملة اعترضية جملة ممكن تشيلها هنا جملة مدح جملة إيه جملة مدح يعني أنت بتمدح الشخص اللي بتكلمه لما قولك مثلا أحبك أنت بأبي وأمي يعني اي بأبي وأمي يعني بكل حاجة عندي من الأخري كده قصده فهنا جملة ممكن تشيلها وتدركوا أرحمكم برواجع الأحلامي فيهمتها ولا فهمتها They don't try diyor accurately يبقى جملة اعتراضية وتأتي جملة اعتراضية تجي في نص الكلام بتاعترد الكلام ده اسمه إطناب واعتراض إطناب آيه إطناب من الاعتراض جملة ممكن تشيلها عادي يبقى الجيهة بصحة ترحمها هتكون اطناب بالآتراض طب العطب الشرح نهاحыU تبقى تشوف الحلقة بتاع الطبش المهمة جدا اتنبل طرطف يعني جملتين بنفس المعنى تفصيل بعد اجمال يعني بتفصل بتعمل تفصيل بعد الاجمال اللي انت قلته والتعليل على جملة تعليل لما قبلها طبعا الي جابه الصحيح تكون هي تكون اتنبل اعتراض هي صعبة شوية بصراحة عشان بيت نفس الصعب لكن عموه انيان الي جابه الصحيح تكون اتنبل اعتراض اي اسلوب مالي يفيد القصر على التخصيص يعني اي اسلوب من دول يعتبر اسلوب قصر اني ارا سبب الفناء طبعا لجملة اعدية خالص فدعو مقالة القائلين بالضبع جمل عادية هذا العرقي او الزكا شاكرة ايضا من برض اي برضا جمل عادية الاجابة صحيح تكون انما سبب الفناء قطيعة الارحام طب ليه استطعتها متعاش ناخذ انا ye قطيعة انما طبعه انما ملي كما من الادوات اي انما ادوات القصر انما وسيلة من اي وسائل اي من وسائل اسلوب القصر اللون البيانة في قوله قطيعه اي قطيعة الأحلام. مجلس مرسى على القطر المسببية طبعا غلط. مسببية يعني يا جماعة مسببية عن النتيجة. طبعا مجلس مرسى شرحناه بالتفصيل. هنا فيش سبب ونتيجة وكلام ده كله. مش ينفع مجلس مرسى. كناية عن موصوف برضو مش تنفع. الموصوف ده جماعة بكلم عن شخص معين. سيدنا نوح. محمد بن سيرين. جمهورية مصر العربية. بتكلم عن حاجة معينة. ده اسم كناية عن موصوف. مش ينفع طبعا كناية عن موصوف خلو. مش بكلم عن حاج معينة. مش كلمة شخص معين. مجلس مرسى على القطو الالية برضو مش ينفع. علاقاته الالية يعني ايه? منذكر الآلة بتاعت الشيء. يعني مسلا الكلام بتاعنا اللسان هو الآلة بتاعته. فلو زكرت اللسان بقول ده آلة الشيء. لكن طبعا ما فيش مجلس مرسى على قطو الالية. اللي يجب بصد كناية عن صفة. الليه الخصام. نبقل قطيعة الارحام يعني الخصام ما بين الناس. بالقطع بعض يعني من الخاص من بعض. يبقى طبعا كناية عن صفة. الصفة دي اللي هي ايه? اللي هي الخصام يبقى الاجئة بساطة كناية اي كناية عن صفة طيب صلى الله عليه الصلاة والسلام يخش على قطع رقم كام قطع رقم سبعة طيب هيلواء هنا بقى الشعرعم الحاج بيمدح سيدنا محمد علاه عبضة السرطة السلام حبيبنا صباح سيدنا محمد صلوا عليه بناتو صلوا عليه وعلاد يقول أحمد شوقف مدح النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحسن واحد بينطق الضاد أحسن واحد بينطق اللغة العربية حاديثه ك射شهد كلام بتاعك عن شهد عند الزائق الفهم الشخص اللي بيفهم بك prophec كلام بالنسبال له عن قرآن الكريم نزلته مع نضغط البيان القرآن ده بالنسبال له حاجة عظيمة جدا شهد كلام جميل جدا حليت من عطل جيدة البيان حليت من عطل جيدة البيان به في كل منتصر في حسن منتظم يعني كلاب ده الكلام بتاعك شل وحل ي كيا أنه كدا عقد بنعمله بنحطه على الرقبة بتاعت البيان اللي هو الكلام اللغة العربية الجيدة جماعة جيدة يعني الجيدة يعني الرقبة جيدة يعني رقبة في الغالب نستعملها للستات للبنات يعني بتلبس عقد مثلا في الجيد بتاعها يعني في الرقبة بتاعتها مهم بيقول يعني انت حليت باللغة العربية بتاعتك جيدة البيانة به في كل منتسر في حسن منتظمة مهما كان الكلام نصر او كان شعر الكلام بتاعك احسن منه بكتير بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوبة وتحيي ميت الهمم يعني كل كلمة بتقولها أنت بتحيي القلوب من تاني وبتحيي ميت الهمم يعني واحد همته ميتة أنت بتصحيه أنت بتفوقه طيب صلى الله عليه وسلم حبيبي يا رسول الله نجت ببيت الأول نداء للتعظيم تشبيه بليه كناعة موصوف كل ما سبق ببيت الأول بقول يا أفصح الناطقين طبعا عندنا هنا نداء نداء للتعظيم ماشي ده لقم واحد عندنا برضا تشبيه بليه فين الكلام ده الحديث متاعك شهد الكلام بتاعك عبارة عن شهد لأن ما هبけنا الحديث بالشهد مشابه ومشابه به ده اسمه تشبيه بليخ طيب عندنا Tamara تشبيه بليخ برضا وعندنا كناية عن موصوف نما قال الضاد كلمة الضاد يا جماعة احفظوها عشان مهمة جدا الضاد دي كناية عن موصوف على طول اللي هو اللغة العربية اللغة بي اسمها لغة الضاد اسمها لغة إيه لغة الضاد يبقى بقول كلمة الضاد أنا قصدي أصد اللغة العربية طبعًا بهذا كانت موصوف صح يبقى إجاب الصح تكون كل ما سبق طيب صاخدي عصول الله صلى الله عليه وسلم حدث مما يلي نوع الخيال في جيد البيان جيد البيان إستعارمة كنية كانت عن صفة استعارة تصرحية كنية عن موصوف يعني جيد يعني الرأبة الرأبة بتاعة البيان طبعًا ناس تستعارمة كنية وصورنا البيان اللغة يعني صورنا اللغة بإيه بمرأة أو ببنت يعني بنت لديها إيه لديها جيد بنت لديها أو لها يعني لها جيد فين البنت حزفناها لكن سبنا صرفها من الصفات اللي هي الجيد يبقى طبعا دي السمع على استعارة مكني يبقى لي جيدا بالصح تكون استعارة مكني ميز من بيتي الثالث نوع الاسطوب اسلوب خبري لفظا انشاء معنا اسلوب انشاء امر اسلوب قص اسلوب انشاء استفادة طبعا كل الكلام ده شرحناه برضو على القناة لو فاتك احنا شرحنا كلام ده كله على القناة المنها كله مشروحة جميعا مش محتاجين تاخدوا درسه والله زي ما قلت لكم اليوم بار المهم ميز من بيتي الثالث نوع الاسطوب ايه قالك بكل قول كريما انت قائله تحيي القلوب وتحيي يعني انت بكل كلمة بتقولها بتحيي القلوب من تاني طبعا دي جملة خبرية عادية جدا يعني جملة خبرية جميعا جملة خبرية يعني شار بيخبرك بحاجة بيقولك حاجة طيب حلو لكن هنا مفيش امر او استفهام او تمني او نداء لو كان فيه امر نهي استفهام تمني كله كنت اختار اسلوب انشائي لكن طبعا مش نفعل اسلوب انشائي ولا اسلوب خبرية لفظا انشائي معنا ولا اسلوب انشائي استفهام يبقى طبعا وده مناش غير اسلوب قصر يعني قلت لك قبل كده اول حاجة انت بتشوف اسلوب عندك خبري والانشائي وكده لو ما لقيتش في الاختيارات بتطبع تستبعد لحد بتشوف في الاخر اللي جابها رسيت على ايه هنا عندك اسلوب قصر خلي بالك وكيد اسلوب قصر لو الكسابة قالتك بكل قول كريم انت قائله تحيي القلوبة وتحيي ميت الفاعل او المفعول الكلام ده كلهم متقدم كانت حاجة مفوت تتأخر يعني حاجة مفوت تتأخر ده اسمه ايه ده اسمه سلاته واسلاته تقديم ما حقه التأخير حاجة بتقدمهاها مفوت تتأخر شوية انت قدمتك بتاع او ده اسمه ايه ده اسمه اسطوب قصر وسيطاته تقديم ما حقه التأخير يبطبع ايه بصحة تكون ايه تكون اسطوب قصر في اسألات ايه بتحل بالاستبعاد حاول تستبعد دايما اي اسألات يجيلك حاول تستبعد اول ايجابات الخاطئة ماشي طيب صدع صول الله عليه الصلاة قال الشعر بقى ايه عمل حاجة الشعر قال الام في ليلة المكاره شعلة الام دي عبارة عن شعلة في الليل بتاع المكاره شايف في ليلة المكاره دي ايه جملة بين شرطتين دي اسمها جملة اعتراضية او ده اسمه اتنب ايه اتنب الاعتراض طيب حلو او المهم والام في ليلة المكاره شعلة والام ينبوع لكل فخاري حلو والام في الليل البهيم المظلم يعني منارة تحنو على الولد الغريب الساري والام انبخل الجميع كريمة وعطاؤها متواصل الأطوار طيب هنا بيتكلم عن الام فضل الام طيب حلو او نستخرج في البيت الاول تشبيهين الطب بالاعتراض استعراضين مكناتين الاولى والسلسة طيب صلى الله عليه وسلم اول حاجة قال للام ايه الام شعلة اسمه تشبيه بليغ وقال برضو الام ينبوع برضو تشبيه بليغ يعني دين هنا تشبيهين هلو هدقت مب الاعتراض يجملة اعتراضية لكن فيش استعراض مكناتين هنا خالص يبقى طبعا ايه بالصح تكون هي جماعة هتكون الاولى والسلسة طيب حدد مما يلي نوح الخيال في قولية الام منارة طبعا الام صنعت بالمنارة تشبيه بليغ يبقى طبعا ايه بالصح تشبيه ايه تشبيه بليغ طيب تشبيه ده مسيح طبعا مش تنفع طيب ميز نوح المحاسن المدية في البيت الاخير تصريع طباق جناس ناقص تورية خليك زك البيت الاخير طبعا مش يفع تصريخها تصريب يجي بيت الاول بس ماشي ياما طباق جناس ناقص ياما تورية طباق هاني كلمتين عكس بعض جناس ناقص كلمتين شبه بعض تورية كلمة ليها معنى قريب معنى بعيد واحنا عايزين المعنى البعيد بتل اخير قال لك ايه والام وان بخل الجميع كريمة وعطاقها متواصل اطوار طبعا بخل عكس كريمة البخل عكس الكرم ده اسم طباق يبقى اللي جابة الصح تكون هي يا جماعة هتكون طباق لو عجبك المقطع تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك عشان تتابع معنا كل الحلقات الجاية وتنشر المقطع بين صحابك واتبعنا على التليجرام هسيب لك تحت الفيديو ده رابط مهمة جدا تتابعنا بيها طيب صلى الله عليه وسلم وبعد الفيديو بصحابك عشان نقدر نكمل محتوى الهدف مجان لكل طلبة وما تنساش ما تاخدش ايه ما تاخدش درس زي ما انت فقنا سبحانك اللهم ومحمدك نشهد الله اللي إله إلا أنت نستغفرك أتوب وليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته